السلام عليكم متابعي قناة ايجل تم السيارات بداية نذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية التنبيه ليصلكم كل ما هو جديد في علامة سيارات فورا نشرها على اليوتيوب يتكون طاقم الدبرياج من ثلاث قطع رئيسية استوانة القابض أو استوانة الدبرياج كرس القابض أو ديسك الدبرياج بليات الدبرياج وعند تلاح أي من هذه الأجزاء الثلاثة تظهر أعراض مميزة ومختلفة لكل قطعة فعليك الانتباه والتركيز جيدا في كل المعلومات القادمة أولا ما هي علامات تلف استوانة الدبرياج من أبرز العلامات التي تشير إلى تلف منظومة الدبرياج في السيارة هو عدم قدرة السيارة على التحريك وهنا يتوجب سرعة جار السيارة إلى أقرب مركز لسيانة السيارات ثانيا وجود رعشة أو رجع عند بدء التحرك بالسيارة ثالثا وجود ضعف في عزم المحرك ويبرز هذا الأمر بشكل واضح أثناء صعود السيارة للمرتفعات أو في حالة التحميل زائد بالسيارة لهذا ينصح دائما بفحص الدبرياج وذلك لأن مشكلاته تؤدي إلى توقف السيارة حتى تأخذ الصيانة اللازمة والجدير بالذكرى أن ضعف الدبرياج يؤدي إلى استهلاك زائد للوقود لذلك فالوقاية دائما خير من العلاج أما عن علامات تلف القطعة الثانية ديسك الدبرياج أو الكلاتش ديسك أولا سمع صوت تصادم التروس في الجير عند إعطاء أحد التعشيقات خصوصا الخلفية لعدم فصل الجير عن المحرك بسبب تأكل كرس القعبد ثانيا صعوبة وثقل ضغط بدال القعبد أو دواسة الدبرياج ثالثا ارتجاج المحرك عند بداية الحركة من السبات أما عن علامات تلف القطعة الثالثة بلية الدبرياج فتكون كالتالي سمع صوت تقطقة أو خروشة عند الضغط على دواسة الدبرياج وتختفي عند رفع القدم من عليه وسمع هذه التقطقة عند صعود المرتفعات أما عن الأسباب التي تؤدي للتلف الديسك والإستوانة فإن أغلب هذه الأسباب تكمن في سوء الاستخدام والعادات القاطعة التي يتبعها الصائقين أثناء القيادة ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي أولا الضغط على دواسة الدبرياج بشكل متواصل حتى أثناء توقف السيارة الأمر الذي يزيد التحميل على إستوانة الدبرياج عادة ما يقوم الصائقين بهذا الفعل عند التوقف بإشارات المرور لذلك من الأفضل عند التوقف في إحدى إشارات المرور أو في أي مكان آخر أن يتم فصل الحركة نهائيا ووضعها في وضع الحياد حتى لا تتضرر الإستوانة من هذا الفعل ثانيا وضع القدم فوق دواسة الدبرياج عند التحرك بالسيارة حتى لو كانت على سرعات بسيطة حيث يؤدي هذا الأمر إلى زيادة احتكاك الإستوانة مما يؤدي إلى سرعة التلفاءة بشكل أكبر ثالثا التحرك بشكل سريع ومدفع بالسيارة رابعا تحميل وزن زائد أكثر من المسموح به للسيارة أو قرر سيارة أخرى بسيارتك قناة جلتين تتمنى لكم معلومة مفيدة ومشاهدة ممتعة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر